رفعت الرأي البيضان طلقت الآن الجياد في شوطي السابع بمساهمة نادي الفروسية لجياد وفراس الانتاج السعودية عمره ثلاث سنوات شوط مفتح الدرجات وعلى مسافة الالفين متر قيمة الجائزة مئة الف ريال وبمشاركة عميرة زيزومة محافل نجم الطارف جود بندر حلو الجوف ناجح بروق الحياة واللبا والصدارة الآن في المركز الأول للبا في المركز الأول متابعة أيضا في هذه الأثناء من عميرة من الداخل في المركز الثاني ناجح يتقدم وأيضا بروق الحياة من الخارج للمركز الثالث والصدارة للفرس اللبا في المركز الأول عميرة في المركز الثاني متابعة من بروق الحياة في المركز الثالث ومحافل في المركز الرابع الخامس لناجح والسادس لزيزومة وكما تلاحظون الجياد الآن بخطاة تمر عادية حتى الآن لا توجد انطلاقة سريعة الآن ستبدأ بعض الجياد في تغيير أماكنها أو تحفيز مواقعها وتحديدها بعد اقترابها من علامة 800 متر والصدارة لعميرا الآن في المركز الأول متابعة من لبا وأيضا من محافل في هذه اللقطة مع متابعة بروق الحياة وأيضا أشاهد محاولات من ناجح وأيضا من نجم الطارف الذي بدأ يتقدم من الخارج الآن مع اقتراب الجياد من الطريق المستقيم الآن عميرا في المركز الأول متابعة من محافل في المركز الثاني وأيضا لبا في المركز الثالث بروق الحياة في المركز الرابع الآن بروق الحياة ما شاء الله انطلاق الآن لبروق الحياة في المركز الأول مع أحمد الأزهري الآن انطلاق في المركز الأول ومتابعة من عميرا في المركز الثاني ودخل أيضا من نجم الطارف متأخر والصدارة لألفرس بروق الحياة ما شاء الله متقدمة في البركز الأول وإلى خط النهاية ما نتفهزه بالبركز الأول ومساهمة نادي الفروسية ألفا بروك